مشاهدين الكرام مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشارتنا الجوية لهذا اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 والتواصلت فيه درجات الحرارة في نسقها التصاعد يظهر هذا اليوم الحرارة القصوى كانت من بين 28 إلى 35 درجة باستثناء المناطق السحلية الشمالية وانتروحت من بين 23 إلى 28 مع نشاط نسبي مسجل لمؤشر رياح ونسلت سرعتها إلى مستوى الـ 40 إلى 50 كم في الساعة بالمناطق السحلية واتباعا لذلك البحر كان مضطرب لمحلية شديدة لأتراب بخليج حمات وبيجية السحر وميزة تقصي اليوم نشوفهم كل عادة من خلال تسلسل لصور القمر الأسناعي وكما تلحظوا كنا معانين بفترات مشمسة تخللتها سحب عمتان قليلة وبالنسبة للساعات القادمة تقصي يكون مغيم جزئيا بالشمال وفي الوسط الشرقي قليل سحب في بقية الجهات درجات حرارة ليلة تتروح من بين 16 إلى 20 درجة بالشمال بالوسط وتكون بـ 21 إلى 25 بالجنوب مواشرة صح والاستقرار من المتوقع أن تتواصل خلال يوم الغد مع استمرار درجات الحرارة في ارتفاع تدريجي كل عادة قدموكم قراءة سريعة لدرجات حرارة قصوى المنتظرة بمختلف مناطق بلدنا بتونس الكبرى قد نسجلوا 27 جيلة الوطن قبلي 27 بنابل 13 بقليبيا 25 في بنزارة 28 في زغوان في مناطق شمال الغربي درجات حرارة قد تصل إلى 31 في باجا في سليانة 34 ظهرا بجندوبة 29 بالكاف بمناطق لوسط نتوقع تزيل 29 بتالاء أعلى بالقيروان 34 بجية الساحل بسوسة درجة حرارة ذهران تكون في مستوى 28 25 في المنستير 16 بالمهدية 31 بيسفاقس بيزرقرق 32 بيسيري بوزيد 33 بالقسرين وبمناطق الجنوب الغربي قد نسجلوا 33 كحرارة قصوى بيقافسة 35 بتوزر بيكبلي بيقابس درجة حرارة ذهران تكون في مستوى 25 وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة 28 33 في مدين بتطوين و35 برمدى بالنسبة للملاحة والسيد البحري بيسوحنة شمالية منطقة يسيرات وخليج تونس ريح تكون شرقية لشمالية شرقية سرعة دون 15 عقدة ويكون قليل الثراب بخليج حمات بجية الساحل وصولا لمنطقة شابة يحمي القطاع الجنوبي جنوبية الغربية جنوبية الشرقية سرعتا من 5 إلى 15 عقدة تصل تدريجيا إلى مستوى 15 و20 في فترة ما بعد ظهر والبحر يكون قليل لتطراب مضطرب وبخليج القبس اللي حتكون شمالية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تصل إلى مستوى عشرين في فترة ما بعد ظهر والبحر يكون قليل لتطراب للمضطرب بسوحل السفاق جابس ومدين كالعادة قد م53 حول حالة التقصد ببعض المدن والعواسم العربية والأوروبي نوكشوت سحب قليلة سماء صافية بدر البيضاء 27 درجة بالجزائر العاصمة قد نسجل 24 في ترابلوس سحب قليلة بالخرطوم مع تراجع درجات الحرارة ظهرا إلى مستوى 40 بالقهرة تقسي كون صافي 33 درجة بالبقاء المقادسة قد نسجل 36 بالمدينة المنورة 39 بمكة المكرمة بالدوحة 34 و 31 بأبوذبي و بمسقط سحب قليلة بالكويت 36 كحرارة قصوى ببغداد و بالشرق الوسط استمرر تقس مشمس إلى قليلة سحب درجات حرارة ظهرا تكون في حدود 26 مئوية بدمشق 23 في بيروت 25 بالقدسة الشريف أمطار منتظرة بإسطنبول 13 درجة و بأوروبا برومة 23 بعد سحب بفينا ببرلين أمستردام بريكسل أمطار محلية متوقعة بباريز و بلندن مرسيليا 20 وبشبه الجزيرة الأيبيريان توقع تزيير 32 بمدريد و 29 بلاشبونة تطور وضع الجوء خلال الأيامات القليلة القادمة تقس يكون مغيم جزئيا بالشمال بالوسط قليلة سحب في ولاية الجنوب خلال يوم الجمعة استمرار تدفق تيارات هوئية في أغلبها من قطاع الشرقي و لتكون ضعيفة لما تدد دخل بلاد تصل سرعتها إلى مستوى 40 كم في الساعة قرب سواحل بحر عموما مضطرب و درجات حرارة قصوى تتروح من بين 21 إلى 27 درجة بالولاية السحلية و تكون من بين 32 إلى 38 دخل البلاد خلال يوم السبت تتنقل تيارات هوئية التي تكون من قطاع الجنوب ضعيفة لمعتد تقس مغيم جزئيا على كامل البلاد و درجات حرارة تتواصل في ارتفاع موعد شروق الغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس إن شاء الله يكون في الساعة 35 دقيقة و الغروب في الساعة 7 و 5 دقائق لمزيد من المعلومات و الارشادات تنذكركم بطرق الاتصال و تواصل بالمهد الوطني لرس الجو و موقع الواب ترادوب لفيفو ميتيو بونتين رقم الموزع صوتي و تنجم تتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهد أو قاطة صلاة بمدينة تونس و مجاورها اليوم الغد سالة صبح بداية من الثالثة و خمس و خمسين دقيقة دور من تصف النهار و 24 دقيقة ساعة العصر في الساعة الرابعة و دقيقة ساعة المغرب في الساعة السابعة و سبع دقائق و ساعة العيشاء بإذن الله في الساعة ثمينة و أربعون دقيقة هكذا نكون وصلنا الخاتمة نشرتنا في الختام شكرا على حصمة أبوال اهتمام إلى اللقاء